السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الورد والفل والياسمين وكل حاجة حلوة على احلى سادة مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار حلقة جديدة من اخر النهار مع تامر امين حلقة يوم الثلاثاء الموافق واحد ديسمبر 2020 هانت هانت اوي 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 خلاص احنا بقنا في ديسمبر ورب اللهم اجعله شهرا خيرا طيبا وابعد فيه عنا الابتلاءات والبلاءات والوباءات والفيروسات والجرسمات وكل المصائب التي نعلم والتي لا نعلم والتي انت بها اعلم يا الله وربنا يعدي سنة 2020 دي قلاص على خير لانها كانت سنة ايلا اوي اوي هانت اهو فاضل فيها شهر ربنا يعدي على خير ان شاء الله حاجة تانية بسرعة عايز اقول لكم عليها سريعة وهي تنويه عن الحوار النهاردة الفقرة الرئيسية النهاردة في اخر النهار حوار الحقيقة يشرفني يشرفني ان انا اعلن عنه ويشرفني كما ان انا اقوم به لانه واحد من اهم قامات الفن المصري واحد من اهم قامات التمثيل والتجسيد والاداء والعبقرية في تقمص الشخصيات واحد من اهم من عمل ممثلا في الشاشة الصغيرة التلفزيون والشاشة الكبيرة السينما وعلى خشبة المسرح واحد من الرجال المحترمين الذين نظر تواجدهم يعني بعد ان رحل عمالقة كتار بقى منهم قلائل على رأسهم الفنان القدير والكبير والموهوب اللي مشرفني النهاردة الاستاذ رشوان توفيق في حوار مطول هنتكلم فيه عن كل حاجة الفن والحياة والسياسة والتاريخ كل ما له علاقة بالقوى الناعمة في مصر واللي بيجسد واحد من اهم ربوزها الاستاذ رشوان توفيق حاجة تانية والله يعني قد يعتقد البعض اننا فرحان بس بجد من قلبي والله انا دلوقتي مشفق على جماهير نادي الزمالك منذ دقائق قليلة انتهت مباراة نادي الزمالك مع طلاقع الجيش في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر وفي مفاجأة من العيار بشفقيل مفاجأة من العيار المدوي فاز فريق طلاقع الجيش بعد وقت اضافي 3-1 على الزمالك انتهى الوقت الاضافي التسعين ديال اصلية واحد واحد ثم اضاف طلاقع الجيش من ضربة جزاء في شوط الاول الاضافي هدف ثم اضاف في الدقائق الاخيرة من الشوط التاني الاضافي الهدف التالت والحاسم واللي كان بمثابة رصاصة الرحمة لانهاء امال الزمالك في تخطي طلاقع الجيش والحصول والوصول الى المباراة النهائية صدق من قال ان المصائب لا تأتي فرادة يعني لسه مكتش جمهورنا الزمالك يفوق من صدمة خسارة بطولة افريقيا الجمعة اللي فاتت قدام النادي الاهلي بعد الاداء الحلو اللي عملوا النادي الزمالك وبعد الجن العالمي اللي جابه شيكبالة فكان الزمالك جمهوره محبط ومتدايق الى ابعد الحدود ولسه ما فأش من الصدمة اذ به يفاجأ النهاردة بصدمة في رأيي اقصى هتقولولي يا تامر معقولة صدمة الخروج من كاس بمصر كانت اقصى من افريقيا حولكو اقصى عشان الترتيب الزمني طبعا البطولة الاهم هي كان بطولة افريقيا لكن عشان بجاية بعديها على طول وانت لسه في وسط احزانك وفي وسط صدمتك وإحباطك ولسه ما فوقتش وجات الضربة التانية بتبقى صعبة خصوصا انه جل جمهور الزمالك قال لك خلاص اللي راح راح اقل اقل تعويد اقل تعويد عشان الموسم ما ينتهيش كده انه نفوس بكاس مصر وانه ياريد كمان احنا نكسب والاهلي يكسب في المباراة اللي بتتلعب دلوقتي ما بين الاهلي والاتحاد السكندري بتلت الساعة تمانية بتلت من دقائق قليلة ونصل للنهائي فالزمالك يكسب الاهلي فيبقى تعويد انه خد البطولة وكسب الاهلي اللي كسبه يوم الجمعة اللي فانت وضيع عليه بطولة افريقيا لكن تأتي تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن الزمالكوية وتأتي هذه الهزيمة لتخرج الزمالك خالي اللي وفاض من بطولات هذا الموسم المصري لاخد دوري طبعا ودلوقتي خرج كمان من الكاس رغم ان الزمالك برضو عامل مطش حلو النهاردة والفرقة مسيطرة والفرقة عاملة استحواز بس في مشكلتين في مشكلتين واحدة شكلها كده قدرية والتانية فنية القدرية ابتدت الناس تشوف انه لما الزمالك لما شك باله يجيب جون حلو الزمالك ما بيكسبش يعني انا هنا مش بقول تحليلي انا بقول واقع كتير من الناس بترصده مطش الجمعة اللي فات شك باله جايب جون عالمي عالمي وفي ظل الزمالك مسيطر وبيلعب حلو فالطبيعي ان الزمالك يكسب لا مكسبش فبالتالي هدف شك باله العالمي رغم مرادونيته ورغم حلوته بس في النهاية ما فاتش الزمالك في الفوز بالكاس وكذلك النهاردة شك باله لعب اساسي واحرز هدف برضو حلو جدا الدربة سابتة ما يجيبهاش غير شك باله برجله الشمال بالشكل الحلو ده كرة نازلة كرباج ولا بسام حارس طلاقع ولا ميت بسام يعرف يطلعها ومع ذلك برضو لم يشفع هذا الهدف الشك بالهوي وهزم نادي الزمالك في المباراة فبقيت الناس بتربط ما بين انه شك باله بيجيب جون غالبا الجون ده ما بيبقاش فالخير يعني الله اعلم ربط الناس كده صح ولا لا بس انا بقول لكم ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي الحاجة الفنية اللي بجد ان الزمالك عنده مشكلة في الفينيش ودي انا مستقرب لها جدا الزمالك عنده مشكلة في انهاء الهجمات الزمالك كان زمان عنده مشكلة في الضغط وفي الاستحواز المشكلة دي تحلت بشكل كبير الزمالك دلوقتي مع كل الفرق حتى بذلك مباراة الاهل اللي فاتت الاستحواز هو الاستحواز السيطرة على وسط الملعب الالتحامات والاحتكاكات الثنائية هو اللي بيفوز بيها فتح اللعب وتوسيع اللعب من الاجناب ومن العمق وبتاع تمام بس المشكلة انه لجوان قليلة جدا الفينيش قليل جدا الفرص الحقيقية اللي بيهدد بيها مربع الخصوم قليلة جدا وبقول لكم دي حاجة غريبة جدا في ظل وجود اسماء رنانة في الجزء الهجومي للزمالك يعني انا بقول لكم الزمالك عنده احسن مهاجم في مصر قولا واحدا مصطفى محمد في رأيه احسن مهاجم في مصر سواء انه هو المحيد اللي بيلعب برجلين اتنين بنفس الاجادة واحسن هيدرز بيلعب بضربات رأس في مصر فعنده احسن رأس حربة في مصر واحسن جناح في مصر اللي هو زيجه سواء عليمين او ع الشمال وعنده من شرقي النهاردة منعبش من شرقي بس كان من شرقي موجود يوم الجمعة اللي فاتت وكان اداءه برضو مش قوي وعنده من شرقي وعنده شيكابالهو وعنده يوسف اوباما وعنده قدام ناس تئيلة وعنده النهاردة اونجم فعنده ناس تئيلة وعنده كاشونجوه كابونجو ده كونغولي فالجزء الهجومي لنات زمالك مليان ناس تئيلة اوي ومع ذلك الاهداف نادرة الاهداف نادرة يعني الاستحواز بتاع الزمالك يجوم عن اللي فاتت ما ينفعش تقول الاستحواز ده كله ينجم عن فرصة او فرصة تكون المطش والهدف بتاع الشيكاباله والنهاردة كذلك انا كنت مفرج على مطش الزمالك والطلائع الزمالك مستحوز بس مفيش الكورة اللي هي تقولي يا دجون اكيد ضع هدف اكيد ضع لا كلها مناوشات كده من بعيد لبعيد ففي مشكلة عند باتشيك والمدير الفني البرتغان نادر زمالك في فكرة انهاء الهجمات وخلق فرص حقيقية الاستحواز بس ما بيأكلش عيش السيطرة بس ما تأكلش عيش لكن انت قدرتك على انهاء الهجمات وخلق الفني قدر الله يقع الكورة في مصر تتأثر عشان كنا مش عايز نادر زمالك يقع وعايز اللعيبة تشد بعضها بسرعة والدوري هو على البواب اعتقد يوم 11 ديسمبر اللي جاي بداية الدوري زمالك ينسى اللي فات ويبتدي بداية الدوري بداية كويسة عشان ما يضيعش كمان نقاط سهلة من اللي بضيعها في البداية ويقعد يحاول يعوض بعد كده والزمالك لو بدأ كويس بتشكلة اللعيبة دي وبتدعيمات صح وبتشيك وشتغل على اللي انا بقوله لكم اللي هو فكرة خلق فرص تهديفية حقيقية وحسن انهاء الهجمات الزمالك ده حيروح في حنة تانية الف هارد لك ليناد الزمالك مليون مبروك لطلاق العجيش والمدرب المجتهد طارق العشري على المباراة القتالية اللي عملوها النهاردة وهم كده حجزوا اول بطاقة او تذكرة فيه النهائي اللي حيقام يوم 5 ديسمبر القادم ودلوقتي بلعب الاهلي مع الاتحاد سكندري والمطش لسه شغال ونتيجة لسه صفر صفر الفائز من هما سيلاقي طلاق الجيش على كأس مصر يوم 5 ديسمبر ان شاء الله طيب تعالوا نروح بقى للملف المهم اللي انا عايز افتحه مع حضراتكم النهاردة انا في رأيي انه زي ما كان صدام حسين كمان زمان قال كده على ام المعارك انا بقول لكم انه هذا الملف في توضعي يعني رأيي المتواضع هو ام الملفات في مصر يعني ام الملفات يعني اهم الملفات ملف مفصلي رئيسي لازم نتعامل معاه بحسم عشان ننهيه بقى ونبتدي نشتغل صح هذا الملف هو ملف الزيادة السكنية انا عارف وانا بقول الكلمة دي ممكن دلوقتي الاف من حضراتكم يقولوا يا تابع انت لسا عالك الاندي احنا بنتكلم فيه من 50 سنة وهي دي المشكلة ان هذا الملف فعلا احنا بنتكلم فيه من 50 سنة تخيلوا ملف مستعصي على الدولة المصرية لنصف قرن من الزمان من السبعينات لحد 2020 اهو من سبعين لألفين وعشر 50 سنة من النهاية السبعينات واخنا بنتكلم على الزيادة السكانية والانفجار السكاني والزحمة اللي بوجودة في الشوارع والناس اللي عمالة تخلف وتزرب عيال بلا رقيب ولا حسيب وما فيش اي اعتبار لمقدرات التعليم ولا العلاج ولا الصحة ولا 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 اي حاجة وصلنا الى مرحلة ان احنا في التمانينات كنا بنقول ما ينفعش كده احنا كده وصلنا الى درجة التشبع والقنبلة هتنفجرت ده في التمانينات ما بقى لكم بقى دلوقتي واحنا بعدها ب40 سنة القنبلة مش انفجرت القنبلة انفجرت وتهشمت وكسرت كل حاجة لدرجة انه حتى لما كنا في سنة 2008 و2009 وقت الرئيس الراحل مبارك الله يرحبه وكنا بنقول ان معدل النمو ساعتها وصل ل7 و8% ما كناش حاسين بحاجة طبعا كان فيه جزء فساد بس الجزء الاكبر اللي بيشفط بيشفط او بيلهط بالبلد كده اي نمو انت بتعمله هو الزيادة السكانية اشتغل على قد ما تشتغل وانتج على قد ما تنتج واعمل اصلاحات اقتصادية على قد ما تحصل بس في النهاية طول ما فيه وحش بوعبع فتح بقه اسمه الزيادة السكانية حيلتهم كل اللي انت بتعمله ده ومش هتحس بنتيجة فبالتالي معدل النمو بتاعة 8% اللي كان قبل ثورة يناير او قبل احداث يناير ما حسناش به ودلوقتي كمان الشغل الممتاز على مستوى الاستثمار والتجارة والاقتصاد والانتاج والتصنيع والبنية التحتية وكل الشغل المحترم اللي حصل بعد ثورة 2013 المجيدة مرضو لسه مش حاسين بيقوي عشان الزيادة السكانية بتلتهي بكل حاجة كل فلوس تطلع كل عوائد تطلع كل ارباح تطلع فنازم نشوف حل طيب واحدة كده واحدة واحدة وتعالوا نشوف الحل اللي بعمل ازاي خصوصا اذا انا بقولكم ان احنا مش بنتعامل مع ملف جديد فحنفكر في حل ده احنا بنتعامل مع ملف قديم بقى اربعين خمسين سنة وجربنا فيه خمسين حل وللأسف ولا حل منهم جاب نتيجة حقيقية لعبنا لعبة تنظيم الاسرة وانظر حولك ووسائل الامان بتاع التوبس وامانه مش عارف ايه لو تفتكر والوحدة الصحية اللي تيجي لحد عندك في القرية ولا في النجع ولا في الكفر ولا بتاع عشان المسؤول الوحدة الصحية يقعد يوعي ويقوله مش عارف ايه الحملات التوعوية في التليفزيون والاعلانات التجارية ومش عارف ايه وبتاع الله يرحمها الفندانة كريمة مختار ولأ وواحد مش عارف ايه الاعلانات بتاعت احمد ماهر الرجل مش بس بقوته ولا مش عارف الرجل برعايته لبيته وقصرته وانه واحد بس كفاية واثنين كفاية واثنين كفاية كل الالعاب دي لعبناها كلها ولا حياة لمن تنادي ولا حياة لمن تنادي الناس في وادي والمبادرات والالعاب والبرامج والحلول دي في وادي انت تقول اللي انت عاوزه وانا هخلف زي ما انا عاوز طيب عشان نحاول نحل المشكلة وانا حاول لحرككم كل كلامي عن الملف ده بسبب ايه بسبب ان فيه اتجاه دلوقتي في الدولة وفيه قرار قوي يمثل ارادة سياسية قوية من اعلى رأس في الدولة من الرئيس عم فتاح السيسي مرورا من رئيس الحكومة والحكومة كلها وجل الاجهزة التنفيذية والمجتمع المدني كمان في الدولة المرة دي فيه نية بجد لمقاومة هذا الملف فيه نية بجد لمقاومة الزيادة السكانية بس خلينا اقول لحضراتكم سبب المشكلة فيه اصل المشكلة فيه عشان اساعد صنع القرار دلوقتي اللي بيعمل المبادرات والافكار لحل جذري حقيقي انا دلوقتي هعتبر نفس انا المواطن المصري اللي ما بيسمعش الكلام وما بيسمعش الارشادات وما بيسمعش التوعية اللي بقى لاربعين سنة وشغال خلفة هو انا بعمل كده ليه مانا برضو قبل منلوم الناس يعني لازم نحط نفسنا في طريق تفكيرهم عشان نلاقي حلول تناسب التفكير ده انا بعمل كده ليه مش انا بقى كتابر طبعا انا قلت دلوقتي المواطن اللي ما بيسمعش الكلام اللي عنده اربعة وخمسة وستة ولسه عايز يخلف كمان واحد وانا حاول ارتبهم كمان حسب الاولويات يعني حسب الاهمية واحد الخطاب الديني تخيلوا الخطاب الديني من اهم الاسباب اللي قدت الى فشل معظم حملات التوعية بتنظيم النسل يعني الخطاب الديني يعني اللي مستقر جوه كتير من المصريين واللي بيأكدوا بيغزيه بعض الشيوخ اللي هما برهمش علاقة بالاستشياخ ولا بالدين بس هما في النهاعش اللي بسجلبية وابطاول دقنه فأي مصري بيسمي شيخ وبيسمع كلامه وبينفزه قال يقولك ايه يقولك انه منع النسل او منع الخلفة حرام والحقيقة ان منع الخلفة حرام اه لان ده رزق وربنا قالك ونرزقكم وياهم صح بس محدش قال ان تنظيم النسل او تنظيم الخلفة حرام لا هما قالوا كده الشيوخ بيقولوا كده الشيوخ او اللي بيدعوا ان هما الشيوخ بيقولوا للناس البسيطة الغلبانة اللي وعيها وثقافتها على قدها اوعى تسمع كلام الحكومة اوعى تسمع كلام تابر امينة اللي بيطلع في التلفزيون ده عايز يخليك ترتكب جريمة عايزك تخلف شرع الله ربنا قال لك جوز وخلف وكل ما تقدر تخلف خلف وكل ما يحصل يحصل ومنع الخلفة ده منع للرزق وربنا حيعقبك وينتقم منك ويصحب عنك الرزق وبتاع في حين ان هما مش فاهمين فابتالي بيفتوا غلط ولا واحد فينا قال منع النسل هل حد في الدنيا طلع قال يا جماعة منعوا الخلفة منعوا النسل زي محمد صبح كده قبل زمان قال لك منعوا الضحك مجنون اللي يقول كده بس اللي احنا بنقوله يا جماعة تنظيم مش منع ايه الفرق من التنظيم والمنع ان المنع ان ايه في الباب خالص لكن التنظيم معناها ان انا بخلف حسب امكانياتي يعني ايه حسب امكانياتي مش امكانياتي الجسدية طبعا ان انا عندي قدرة على الخير فلا حسب امكانياتي المادية يعني انا انا ومراتي تجوزنا وبالعافية بالعافية عارفين نفتح البيت وعارفين نخلص اخر الشهر يبقى العقل يقول ايه العقل يقول اننا نصبر سنة او سنتين لحد ما مستوى المعيشي بافضل شوية نخلص القصات اللي علينا نحنا نطلعين من الجوازة ما ديونين وعندنا قصة التلاجة وقصة المروحة وقصة التكييف وقصة الغسلة وقصة البتاع كده فالديون علينا بالكوم فعز ده ليلة الدخلة ام جاي بعيل يبقى انا بزود ديون ديون لكن اصبر سنة ده لكننا ده لو مستوية كده اصبر سنة سنتين لحد ما الدنيا تمشي واقدر اقف على حيلي وبعدين يجيب عيل واجيب عيل واستنى واشوف يكبر سنة اثنين تلاتة واشوف قادر اصرف عليه وكفيه عندي فائض اجيب التاني بعد ثلاثة اربع سنين مفيش مشكلة ولما اقدر اكفيه واصرف عليه وعلمه كويس وربيه كويس عشان يطلع حاجة تفرحني وتشرفني كده وتفرح بلدك تمام لكن احنا بنعمل العكس احنا بنتجاوز ونزرب اول تسعة تشهر عيل تاني تسعة تشهر عيل تالت تسعة تشهر عيل فانت بعد اربع سنين تبقى اب وام ومعاك اربع خمس عيال بقيته في كم سنة صغيرين اسرة مكونة من ست سبع افراد وما انتش قادر تكفي نفسك انت امرتك بس اكل وشرب وعندك اربع عيال فتحب قوم قد كده بيقولك عايزين ناكل ونشرب ونلبس ونتعالج ونتعلم وحاجات كتير فالطبيعي انهم لا بيتعلموا ولا بيتعالجوا ولا بيتصرف عليهم كويس فبيطلع عيل نص سوا نص سوا ما خدش حنان كفاية وما خدش دعم كفاية وما خدش تعليم كفاية وما خدش دلع كفاية وما خدش تربية كفاية هياخد ازاي اذا كان المعروض محدود والعدد كبير خلاص الازمة حصلت موضوع سهل وبسيط يعني فييجي يقولك بقى الناس اللي عندهم لسه ثقافة القرون الماضية لانك تابر الكلام انت بتقوله ده ده العيال بيجي برزقهم ما طبعا وانا قلت ان العيال بيجوش برزقهم طبعا برزقهم بس ربنا كمان اللي قالك اللي عندهم يجي برزقهم ربنا قالك اعقلها وتوكل اعقلها الاول وبعدين توكل ما قالكش توكل وبعدين نشوف حنأكلهم منين بدليل ان فيه عيال مش لقى تاكل وفيه اسر مش قادرة تصرف على عيالها طب ايه ده ضد بقى شرع ربنا ضد وعد ربنا استغفال العظيم ربنا ما بيخلفش وعده لان ربنا قالك اه احنا بنرزقهم بس فكر الاول وبعدين احنا نرزقهم لكن مش تقعد تزرق عيال وتقول لي بقى يا رب انت بسئوليتك بقى ترزقهم ربنا طبعا قادر على كل شيء بس المسئولية عندي انا انا اللي بتحكم في المستوى اللي هقدر اصرف بيه على عيال او اتنين او تلاتة في ناس ما يصورة الحال وبتلعب بالفلوس لعب تخلي في عشرة اولا مش هيدخلوهم لمدارس حكومية فمش هياخدوا مكان حد من الفقرة والغلابة ولا هيدخلوهم السفات الحكومية وبتاعهم وقادر انه يصرف عليهم احسن صرف واحسن تعليم واحسن حياة لكن انا بتكلم عن اللي مش قادر فتفاجأ انه اللي معاه فلوس بيخلف قليل واللي معهوش فلوس بيخلف كتير شفته مفرقة عجيبة زي دي اللي معاه ملايين عنده عيل او اتنين تلاتة بالكتير واللي معاه ملايين عنده سبع وتمان عيال حاجة في منتهى الغرابة عكس المنطق وعكس طبيعة الاشياء فعشان بقى يصرفوا عليهم ويحولوهم الى بابرز بيعملوا ايه يقوم هربينهم بالتعليم انا عندي سبع تمن عيال اربع بنات واربع بنات مثلا اقوم هربهم بالتعليم لان التعليم ده معنا ان انا حصرف عليهم طب انا ما عايش اصرف عليهم انا عايزهم هم ليصرفوا علي فأقوم هربهم بالتعليم ومشغل العيال بيليا فاي ودشة سمكرة واللحدة ده وبتاع بتاع تتعافين بيليا اللي هو كناية كده عن صبي المعلم يعني اشغاله هو عشر سنين على طول ميليا يجيب له الف جنيه الفين جنيه في الشهر او بجي يرميهم في عبي انا وانا قاعد واول ما البيت تبقى تسع عشر سنين او انبعيتها تشتغل خدامة في البيوت تاخد لها الفين تلات تلاف جنيه كمان يجوا يترموا في حجر الجلبية بتاعتي فانا عندي ست سبع عيال كل واحد منهم بيجيب لي الف جنيه الفين جنيه بنات خدمات في البيوت على فكرة بيعملوا كده وانا مش حكيسي في ان انا اقول لكم الحقيقة اللي انتوا طبيعتي معاكم ان احنا بنقول الكلام حتى لو بيزعل بس احنا بنقول صح عشان نحل كفاية طبطبة وكفاية مسكينات ما جابت لناش اي فايدة لازم في حل لازم عشان كده بقولت حالكم من برح ان رئيس الوزراء اجتمع واعلن عن المشروع القومي المشروع القومي لملف الزيادة السكانية عشان نحله بجد ومش حكومة بس لحكومة واعلام وتعليم ومساجد وكنايس وازهر وكنيسة واندية واب وام لازم يفهموا ومجتمع مدني وعمل خيري كل حاجة لازم تتواكب في ظل المشروع القومي ده عشان نحل واحدة من الافكار والمبادرات اللي بدأ فعلا التفكير والتنفيذ لها مبادرة اتنين كفاية يعني ايه اتنين كفاية تهيال العنوان واضح يعني اموس ايدك عايلين كفاية اموس ايدك يا ست حفظي على صحتك وحفظي على نظرتك وحفظي على حياتك وحفظي على على وهات اتنين بس حتى لو الراجل مش عمي ايه بس قولي له عشان اعرف ربي انت مش خايف حتى على صحيتي كل تسعة تشر زي الارنبا بجيب عيل حتتخلص على صحيتي في كم سنة فمبادرة اتنين كفاية مبادرة بتقول على فكرة المبادرة مش ده كل المشروع دي حاجة من حاجات كتير او في المشروع بس المبادرة بسم الله الرحمن الرحيم يقول ان كده جواب يتبان من عنوانه المبادرة اسمها اتنين كفاية هنشتغل عليها عشان نوصل الى اقناع الزوج والزوجة اللي بيتجوزوا النهاردة ان اذا كنت ناوي خلفة وازا كنت قادر على الخلفة فارجوك اتنين كفاية تربيهم كويس وتعلمهم كويس وتحن عليهم وتدلحهم كويس عشان تفرح بيهم بعد كده كويس ويبقوا حاجة حلوة ليك والبلدك هل هتقتنع ولا ايه اشكال المبادرة هتتنفذ ازاي هتخاطب الناس بأنيه لغة ده كلام كتير جدا هنعرفه من خلال ضفتي العزيزة الاستاذة رارس مسؤول مبادرة اتنين كفاية في وزارة التضامن الاجتماعي مساء الخير يا استاذ رندا سأخير على حضرتك استاذ سامر وعلى كل استاذ المخاهدين وطبعا حب حي حضرتك على المقدمة الوافية يعني اتفق معاك في كل النقاط يمكن القضية السكانية فعلا بقالها سنوات طويلة جدا جدا شغالين عليها ولكن للأسف المنحنى في طلوع ونزول كل شوية كل شوية بيحصل انتكاسة وبالفعل رغم ان فيه جهود تنموية كبيرة جدا بتحصل والنمو الاقتصادي شغال بشكل جيد جدا الا ان العجلة مش ملحقة مع عجلة النمو السكاني في 2017 الجهاز المركزي لتعباء العامة والإحصى وضح ان معدل النمو السكاني وصل ل2.56% سمحني باستاذ تامر ان احنا نوضح لأستاذ المشاهدين ان المعدل ده يعد خمس أضعاف معدلات النمو السكاني في الدول المتقدمة اللي حوالينا في سنة واحدة بتجيب دولة بحلها 2.560.000 مولود سنة 2017 والحقيقة يعني احنا حوالينا دول يعني التعداد السكاني كله 2.2.000.000 صحيح احنا بنجيب دولة بحلها كل سنة كم العب مهما بنحاول للأسف كل السموار ده فيه بعض الدول الأوروبية ده أستاذ رندو حاليك قادرة مني طبعا في الإحصايات والأرقام معدل الزيادة السكانية بتاعتهم بالسالم يعني عدد الوفيات بيبقى أكبر من عدد الموليد بالفعل 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 وللأسف طبعا يعني زي ما حيك أشرت احنا عندنا مجموعة من الموروصات للأسف الشديد يعني عندنا اخوة كتير خاصة في السعيد مقتنعين تماما عند بعض الموروصات للأسف يعني زي فكرة العيال العزوة دي لأ العزوة الولد سند نربط الراجل بكترة العيال الرغم من ده غير صحيح على الإطلاق صحيح مشكلة كبيرة جدا طبعا تعامل مع الأطفال على أنهما مصدر للدخل ومصدر للرزق دي مشكلة تانية خالص حقيقة متودة على مختلف المحافظات وهنا جاء مشروع اتين كفاية اللي تم الإطلاق والحقيقة في يناير 2019 بشكل رسمي يمكن كان قبلها سنة ونص من الإعداد والترتيب لهذا المشروع لأن ده كان ملف جديد شوية ووزارة التضامن لأنها تدخل فيه وإحنا حقيقة دخلنا في هذا الملف وفقا للدور المنوط بنا في الاستراتيجية القمال السكان اللي أعلانها مجلس الوزر في 2015 هذا المشروع بيعمل على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر تحديدا المستفيدة من برنامج تكافل وهي طبعا الأسر الأكثر فقرا وأكثر إحتياجا بنستهدف في المرحلة الأولى عشر محافظات وطبعا اختيار هذه المحافظات كان بناءا على مجموعة من المعايير أفافها أن هي اللي فيها أعلى معدلات إنجاب طبعا يعني هنتكلم السعيد بيجيب لنا 40% من المواليد سنويا طبعا معدلات الإنجاب في الفيوم وفي سهاج بتوصل ما بين 4.3 4.6 أفهم كيرة جدا 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 هو السؤالية أستاذ رندا وأنا متفق بحضرتك طبعا أنه في بعض المناطق وبعض المحافظات هي الأولى بالتوجه أولا لها يعني نظرا لكثرة المواليد والعادات والثقافات العقلتي بس هو السؤال المهم لأعطيك حدك حدك حتتفق معايا فيه مش مهم من نتوجه لهم هو السؤال حنتوجه لهم إزاي وحدك حتفقتي معايا في بداية الكلام أنه إحنا بقلنا 40 سنة وأكتر بنقول نفس الكلام وبنعمل مبادرات وبنعمل العنات في التلفزيون ونظر حولك ومش عارف إيه وكل اللعب اللي إحنا لعبناها مع الناس ولا بدأتي بنتيجة فلو دخلنا لهم بنفس الكلام ونفس الطريقة يبقى حنا نتوقع نفس النتيجة يبقى لازم فيه كلام مختلف ولغة مختلفة وأفكار مختلفة فيه جزئتين لهذه الجزئية من القضية اللي إحنا نتناقش فيها أقول حاجة طبعا أنا أتفق معاك إن إحنا قبل النزول وعشانكنا نقول إحنا قامنا سنة ونصف في مرحلة إعداد أنا لازم أعرف الفئة أن أنا بستهدفها إيه سبب الخلفة الكتيرة ما بينها فحي إحنا نزلنا وعملنا بحث على هذه الأسر تحديدا اللي إحنا هننزل ونستهدفها عملنا بحث موسع حاولنا نفهم إيه اتجاهاتهم إيه أسباب الخلفة وفوجئنا الحين يمكن زمان كان معروف إن محافظة كذا بتخلف كتير عشان العيل عزوة محافظة تانية بتخلف عشان الولاد ينزلوا ويشتغلوا لأ أصبحت الأسر كل أسرة لها فكرةها الخاص المسيطر اللي بيخليها تخلف كتير جمعنا كل هذه الأسباب يا أستاذ تامر وعملنا دليل خاص بالمثقفة المجتمعية إحنا معنا يعني الحياة مجموعة جزء سكانية تابع لجامعة الأزهر طبعا لأنزام حيث قلت الجزء الديني مهم جدا وموضوع شائق جدا صحيح فكان لحظة إن احنا نرجع لأهل الخبرة إن هم يحطوا الردود فيما يخص المفاهيم الدينية المغلوطة بشأن تنظيم الأسرة عندنا جوانب عن الأساطير المرتبطة بوسائل تنظيم الأسرة عندنا أيضا جزء طبعا بالمفاهيم المجتمعية كتيرة جدا الخطئة مجموعة مننا رسائل مبسطة جدا دربنا شبكة من المثقفات المجتمعات وهما متطوعات بنواجه لهم طبعا كل التحية والشكر لأنهما يمكن لحد النهاردة منذ إطلاق المشروع عملوا 4 مليون وربعونيط ألف زيارة طرق أجواب لأسرنا نحن بنستهدف 130 ألف أسرة فلحية كل التحية لهم الموضوع نحن بننزل من خلال المثقفات أنا رأي كمان أنه حضراتكم ممكن تفكروا في فكرة الحوافز يعني أنا عارف أن الدولة والحكومة مش عايزة تلجأ دلوقتي لفكرة العقوبات مع أن في بعض الدول راحت للسكة دي وأبرزها طبعا الصين لما لقيت انفجار سكاني في لحظة معينة لجأت إلى فكرة العقوبات لمن لا يستجيب لحملات التوعية بس خلينينا قبل ما نبدأ بالعقاب ممكن نبدأ بسياسات الثواب اللي حيلتزم ويبعنده ولد هو في خطة للتمكين الاقتصادي للسيدات تكافل حقيقة والسيدات اللي بيستخدموا وسائل تنظيم أسرة بالفعل من خلال اتنين كفاية التمكين الاقتصادي ده من خلال طبعا قروض صغيرة متناهدة الصغر بالتعاون مع بانك النصر الاجتماعي دي جزء فيه جزء تاني أيضا إن احنا دروس محو أمية وده جزء مهم جدا تمكين الأسرة بشكل عام مهم جدا لأن كل ما كان فيه فقر مضجة مصاحب معدلات أمية عالية أنا عايزة أقول لحضرتك يعني الأسرة اللي احنا مستهدفها 62% منهم نسبة أمية كل ده بيخلي تمسك الأسر بالمورصات يبقى أعلى وأقوى تغيير الفكر معهم بيبقى صعب ففيه أجمع من الحوافظ طبعا ويمكن الخطة اللي حيث أشرت لها اللي كان مجلس الوزراء بينقشها مبارح فيه جزء كبير جدا عن التمكين وعن الحوافظ طبعا أتفق مع حضرتك كثيرا يعني إحنا طبعا كمشروع تكافل هو دعم مالي مشروط فيمكن فيه جزئية خاصة بالتعليم ومشروطية التعليم أن الطفل داخل الأسرة لازم يحضر على أقل 80% من أيام الدراسة ده من جانب أننا نضمن أنه يتلقى تعليمه من جانب آخر نقنن من عمالة الأطفال التي تعد أحد أهم أجباب الخلفة الكتيرة صح لا وأنا كمان يا أستاذ رندا عندي نصيحة لو اتعملت أعتقد كمان حنحدت كتير من فكرة عمالة الأطفال دي حضرتك وأنا بنخرج وبنشوف أطفال في أماكن كتير جدا أطفال يعني ينطبق عليهم اللفظ القانوني لطفل اللي هو مدون السن القانونية وفقا للقانونية موجودين تقريبا في كل الأماكن اللي احنا بنروح حضرتك لو روحتي مطعم هتلاقيه مشغل طفل قدامك عنده 10 سنين 11 سنة سواء بقى على باب المطعم ولا بينظف المطعم ولا واقف على باب الحمام لو حضرتك روحتي ورشة أو معديها قدام ورشة هتلاقيه اللصة واقف وجنبه 2-3 من العائلة الصغيرة اللي هو بيساعده بنقول المفاك ومش عارف إيه وبتاع لو روحتي في حتة مش عارف كذا لو دخلت بيت واحدة صاحبتك هتلاقيها مشغلة بنت عندها 10 سنين 11 سنة حتى لو كانت مساعدة لمديرة المنزل أو كذا بس في النهاية والحاجات دي الحقيقة موجودة وبتكتر وإحنا هندخلش الكلام ده لازم يقف لازم يقف أتفق مع حاجة تماما ويمكن فيه خط نجدة الطفل الخاص بالمجلس قام طفولة الأمومة ده يعني يتعامل مع هذه المواقف هو مهم بس إن المواطن محدش بيبلغ للأسف بيبلغ لأن ده فعلا ده غير قانوني والقانون المصري بيمنع عملت الأطفال حاليا صحيح لو كل الأماكن دي اتسحب الأطفال اللي بيشتغلوا فيها أولا حيرجعوا إلى التعليم ويرجعوا إلى المصاري الحقيقي نمرة تنين اللي بيخلف بقى عشان يشغل ولاده حيلاقي الدنيا مقفولة فحيفكر ألف مرة قبل ما يخلف لأنه عارف إنه مش هيجب له دخل بالعكس ده حيصرف عليه بالتأكيد بالتأكيد طبعا يعني إذا الحقيقة المبادرة بتعمل بشكل متكامل يمكن برضو فصفة الإعداد إحنا كان يهمنا أن إحنا طب إحنا حننزل نترك الأبواب وحنتكلم مع الستات ونحدد أسباب الخلفة عندهم ونبتدي نشتغل معهم على رسائل طيب نهارده الست اقتنعت قالت لي طبعا أنا عايزة استخدم وسيلة النطاق اللي هي موجودة فيه لو مش موجود فيها الخدمة هنعمل هنفقد المصدقية فهنا جاء محور آخر للمشروع وهو توفير عيادات داخل المناطق المحرومة من الخدمة يمكن إحنا بحكم أن إحنا بنستهدف الأسرة الأكثر فقرا عندنا بعض البقر البعيدة أو يلنائية جدا اللي قد تكون صعب على السيدة أنها تتوجه للوحدة الصحية رغم أن فيه تواجد كبير جدا طبعا للوحدات الصحية إفندم ده هم يقتنعوا بس ويقتنعوا بس ويحبوا الوسائل وإحنا جبالهم ديليفري لحد البيت طبعا طبعا إحنا إفندم طورنا حوالي 64 عيادة تنظيم أسرة طبعا الجماعيات أهلية من خلال اتنين كفاية وصرنا كل الأجهزة والأتوات المطلوبة هذه العيادات بتعمل بشكل مستمر وفرنا الكوادر الطبية لأن طبعا الكوادر الطبية تحدي كبير خاصة في المناطق اللي إحنا بنتكلم فيها فكان لابد إن إحنا نوفر حافظ مجزي عشان نضمن ضمان واستمرار هذه الخدمات صحيح يمكن طبعا زي ما قلنا إحنا بنغير في فكر الموضوع ما هواش سهل على الإطلاق بنعوذ إن إحنا نزور الأسرة مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة كمان ولكن فيه بارقة أمل يعني إحنا يمكن لحد النهار ده عندنا 66 66 68 سيدة توجهوا وتلقوا خدمات تنظيم الأسرة من العيادات وده كان من واقع زيارات طرق الأبواب اللي أمنا بيها عندنا مجموعة من الندوات اللي بتتم معنا شراكة طبعا مع 108 جمعية أهلية والمجتمع المدني ليه أهمية كبيرة جدا لأنه عنده مرونة التحرك داخل القرى والنجوع اخترنا جمعياتنا طبعا ليهم قاعدة شعبية كبيرة الناس بتطفق فيهم بنعمل ندوات من خلالهم بيجيب رجال دين لأن طبعا صابت ديني مشكلة في هذه المناطق إمام الزاوية تأثيره صحيح 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 فكان لابد أن إحنا يبقى معانا وزارة الأوقاف بيبقى معانا رجل دين بيبقى معانا طبعا أنا عارف كمان أن معكم مجتمع مدني وجمعيات أهلية لأنه لازم تضافر كل الآياء دي إحنا مش هنعرف نحل هذه المشكلة أو هذه الظاهرة بجهد حكومي بس أو جهد فردي بس كل الأجهزة والإعلام معكم كمان عشان يبقى منظومة متكملة تجيب نتيجة حقيقية إن شاء الله طبعا إن شاء الله إن شاء الله أستاذ رندر أنا أشكرك شكرا جزيلا وإن شاء الله كل التوفيق لحضرتك ولزملائك في هذه الحملة المهمة اللي إحنا هنقوم بيها في مواجهة الزيادة السكانية وإن شاء الله بعد شهور أو بعد السنوات قليلة جدا نهني نفسنا إن إحنا انتصرنا عنه سيدة رندر في إنه بعض المؤشرات اللي بتدعو للتفاؤل والتبشر كده إنه مش بس كمان استجابة بعض الأهالي لا إنه فيه إرادة سياسية حقيقية وأنا متأكد إنه في مصر تحديدا عندما تتوفر الإرادة السياسية الحقيقية لاقتحام أي ملف ده أكتر من خمسين في المية من النجاح في هذه المعركة بإذن الله قولي الأخير قبل الفاصل أعقلها وتوكل مش بكتره يا مولانا سمع مني مش بكتره بعد الفاصل تحت عنوان يوم الوفاء والإنجاز نظم مجلس الدولة احتفالية برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس لتكريم القضاء الأجلاء ممن وافتهم المنية خلال العام القضائي 2019-2020 وتكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم وبلغوا السنة القانونية خلال العام ذاته وذلك تقديرا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة وتشجيعهم على الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية نحن مش بنكرم بس الناس اللي يعني أنجزت خلال العام القضائي ولكن قبلهم وقبلهم بنكرم من اكتمل عطاؤه من أسازتنا والشيوخنا الأفاضل اللي تعلمنا على أديهم واللي اكتمل عطاؤهم وأحيلوا للتقاعد خلال العام القضائي المنصرم وأيضا من وفاتهم المنية من زملائنا إلى رحمة الله بنكرم أسماءهم وزي ما شفته بنكرم أسرهم علشان نحقق معنا التواصل بين الأجيال جزيل الشكر لمحمد بيك حسيم رئيس المجلس أنه هو قرم والدي شرف أوزي ومن ضمن المنطقة ورحمة الله تعالى وشرف لي أن والدي بينتمي من قضاة مجلس الدولة وأنه هو الحمد لله أعطى مسيرته لحد تاريخ حالته المعيش 30-06-2020 واتمنى يا رب لأنا أكون نصه حتى ولأنا أكامل مسيرته أو يا رب دايما أكون خلف صالح لي وأكد الأمين العام خلال كلمته في احتفالية يوم الوفاء والإنجاز أنه لا يزال العمل داخل مجلس الدولة يواجه تحديات مواجهة فيروس كورونا وأن الأمين العام تعمل على خدمة 3000 قاضي وحوالي 550 موظفا احتفالية تم فيها التأكيد على أن نسبة إنجاز الطعون في المحكمة الإدارية العليا تخطط 82.3% وهي تعتبر نسبة متميزة ولم يقتصر الإنجاز على شيوخ القضاء فقط بل حرص القضاء الشباب صغير السن على العمل والتميز وتصابق العديد من القضاء الجدود بهيئة مفوضية الدولة وعددهم 1300 قضي في إنجاز القضايا سواء المنظورة أو المتداولة أو المحجوزة للحكمة أهلا بحضركم وعدنا بعد الفاصل وشيء موقع من الوفاء دي أنا بأعتز بها جدا جدا لأنها ركن أصيل في تكوين شخصية الإنسان المصري الهيئات والمجالس والمصالح اللي بتعرف يعني إيه تكرب أبنائها وتقول شكرا لللي أعطى وشكرا لللي خدم وشكرا لللي ضحى وقته وجهده وعرقه وماله وكذا دي قيمة مهمة جدا أولا لأن اللي عمل كل ده يستحق فعلا للتكريم ويتقال له شكرا ثانيا الأجال الجديدة لسه بتبدأ لما تشوف أن اللي سبقها وعمل وضحها واشتغل اتكرم وتحط اسمه فيه سجلات النور والذهب ده يشجعوا أنه يعمل ده فأنا بشكر مجلس الدولة على هذا التكريم وعلى هذا الحفل ونتمنى من كل الهيئات والمصالح أنها تحذو حذو هذا الإنجاز سيب حالكم دلوقتي مع التقرير اللي بيعلن فيه المواعيد الجديدة اللي بدأ تطبقها فعلا من الحكومة المصرية من بداية من هذا اليوم الأول من شهر ديسمبر بداية تطبيق المواعيد الجديدة في المحل التجارية والمولات والمطاعم بالاشتراطات اللي قلتها الحكومة التقرير بيرصد لحضراتكم كل المستجدات اللي بدأ تنفذها على أرض الواقع بداية من هذا اليوم الأول من ديسمبر وبعد التقرير هنروح للفاصل وبعد الفاصل يستعد الستوديو لاستقبال النجم والفنان الكبير والقدير رشوان توفيق من أجل تحقيق الانضباط والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على صحة العامة للمواطنين في ظل انتشار في جائحة كورونا أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة قرارا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكفيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية على أن يتم التطبيق اعتبارا من اليوم ثلاثاء الموافق الأول من ديسمبر من العام الجاري ووفقا للمادة الأولى من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية والمولات باستثناء المطاعم والكفيهات والبزارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشر مساء صيفا والعشر مساء شتاء على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفا والساعة الحادية عشر مساء شتاء كما أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار قرارا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية اعتبارا من اليوم أيضا وقرر الوزير فتح المطاعم والكافتريات والبزارات المرخصة سياحيا يوميا من الساعة الخامسة صباحا حتى ساعة الواحدة صباحا صيفا وساعة ثانية عشر منتصف الليل شتاء على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا مع استمرار خدمة التكاوية وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافتريات على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء ووفقا للمواعيد المقررة تبدأ شهور الصيف من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام وتضمن القرار جواز تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية المشار إليها والموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بناء على قرار من وزير السياحة والأثار بعد التنصيق مع وزير التنمية المحلية إسراء سعد آخر النهار عرث بتقديمه للأدوار الجد التي تدل على شخصيته المثقفة وعقله المستنير وخفى دمه في الأعمال الإجتماعية والأسرية إنه الفنان رشوان توفيق المولود في الثاني من ثبراير من عام 1933 والذي يبلغ من العمر 87 عاما فهو واحد من قامات الدراما المصرية الشارك على مدار حياته في العديد من الأعمال الناجحة والتنويرية قبل أن يحترف رشوان التمثيل تنقل بين عدد من المهنة بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المصرحية وتخصصه في التمثيل والإخراج حيث انضم إلى التلفزيون منذ إنشاءه وعمل مدير استوديو ثم مساعد مخرج ولم يتوقف رشوان توفيق عند وظيفة مساعد مخرج وتطلع إلى الأفضل فتقدم لاختبار المذيعين في التلفزيون واكتازه ليصبح مذيعا عقب إنشاء فرقة مصرح التلفزيون انضم إليها وأصبح التمثيل المصرحي كل حياته وشارك مع العديد من الفرق المصرحية في أعمال مختلفة حتى تجه إلى السينما وقدم بها عشرات الأفلام ورغم صورته وهيئته الجميلة لم يحصل توفيق على البطولة المطلقة في الأفلام السينمائية وتفرغ للعمل في الدرامة التلفزيونية منذ أواخر السبعينيات ولكن كل أدواره كانت هادفة وأداها بنجاحة وقام بأدوار ثانية ولكنها كانت أدوار صعبة نجاح رشوان توفيق في الأدوار الدينية لا يقتصر فقط على أداءه التمثيلية بل لأنه في حياته الخاصة يحب التقرب إلى الله فرشوان توفيق نموذج للفنان الكامل والإنسان بن الأصول وهو ما ظهر جليا في جنازة زوجته ليضرب مثلا في الإنسانية ثم بعد الجنازة حرس على تقديم العزاء لأسرته متناسيا أحزانه وما يمر به من أوقات صعبة ليؤذر من يحبهما إسراء سعد آخر النهار أهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل في ضيوف محتاجين لتقديم طويل ومحتاجين لتعريف كبير بكنيتهم وأعمالهم وتاريخهم وسنتهم وفي ناس اسمهم وحده يكفي لكي يكون عنوان للإبداع والاحترام والتفاني في العمل على مدار أكتر من نصف قرن من الزمان في مجال الكل بيؤكد بيتفق على أنه هو القوى الناعمة لمصر خصوصا أن ضيفي العزيز كان واحد من نجوم الجيل اللي عمل غزو ثقافي للثقافة المصرية في كل أرجاء الوطن العربي وحتى امتد إلى بعض الدول الأوروبية ضيفي زيان بقول لكم مش محتاجي لتقديم ولا تعريف اسمه وحده يكفي الكبير والنجم رشوان توفيق اللي بتشرف أنه لب دعوتنا المتوضع يا حبيبا أنا اللي بتشرف بيه العفو العفو بشأنه لكم نور يا أستاذ غالي 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 عندي أوي ربنا يعزك يا زياني شوان والله يرحمه ويحسنين على فكرة أنت واخد رخمت الصوت كمان بتاعته الحمد لله وبعد شابه بالضبط الحمد لله ده شرف لي يا رب بس يا رب بكون في ربعه يعني وفي ربع طبعا حضرتك وإسمك ونجاحك وتاريخك كبير وأنا بتشرف وبيكتب في سجلاتي أن أنا بتحاور مع قيمة كبيرة زي حضرتك أكرمتني أكرمك الرحمن يا رب ربنا يخلي أستاذ رشوان حرك بجد واحد من الجيل اللي أمتعنا على مدار سنوات طويلة وفي كل المجالات الفنية مسرح وسينما وتلفزيون وإذاعة كمان وكنت سبب في الغزو الثقافي المصري بالفن والقوى الناعمة الجميلة سنما ومسرح في الوطن العربي كله خلينا أبدأ مع حرك في المرحلة دي علشان نوصل للجيل اللي إحنا فيه والوضع اللي إحنا فيه ونبتلين نشوف إحنا مفتقدين إيه إيه اللي كان بخلي الفن المصري في قوته وفي عظمته في النصف الثاني من القرن العشرين هو فيه كان اهتمام من الدولة بالثقافة بشكل خطير في عهد الزعيم عبد الناصر يعني والدكتور عبدالقادر حاتم رحمة الله عليه يعني كان عقلية جبارة أنا شخصيا بالنسبة للدكتور عبدالقادر حاتم أنا دايما بسميه وشي الخير يعني إذا قلت كده أقول وشي الخير إذا كان معنا في التلفزيون شوف النشاطات اللي اتعملت في التلفزيون أيامها وبعدين الاهتمام بالثقافة وكان مثلا الدكتور سارة عكاشا في وزارة الثقافة عمل أثر لا يمكن أبدا فيهم من الأيام حننساه طبعا مدينة الفنون والثقافة والمسرح والموسيقى وكل ده فكان فيه اهتمام بالفن والثقافة في هذه المرحلة بشكل غطير جدا بقاول عنصر اهتمام الدولة نفسها الدولة الدولة مهمة جدا وفي ودها الأن وحنك أصل أنت تحطها رقم واحد أي واحد هي نمر واحد وحتى دلوقتي بقول الدولة تعود الإنتاج مرة أخرى تاني فالدولة نمر واحد احنا بقى حبينا التمثيل ما كانش فيه لا فلوس ولا حاجة يعني عبينا التمثيل عشان بنحبه وكان اهتمام برضو الدولة في وزارة التربية والتعليمين بالمسرح مدرسي مزبوط يعني كان عندنا بنروح القومي وحن أطفال كده نمثل عليه المسرح القومي يعني بكون فيه احتفالات طبعا مدارس نروح فده كان اهتمام الدولة بالثقافة والفن كان شيء مهم جدا زي ما قلت ساعدتك الدكتور صارت وقاشا والدكتور عبدالقدر حاتم جينا حتى ما اتعامل التلفزيون سنة ستين يعني انا دخلت يوم 23 يولو ستين خيس قلتني وعزة العليل وهو الرحل الكبير احمد توفيق ده على كنا موجودين للاختتاح يعني اي وبعدين اشتغلنا بقى كان فيه مجموعة كبيرة اه من خارج المعهد بالشغل مسعدين اخراجوا مديني السوديو حاجة من هذا القبيل اي واعلى التلاتة يعني احمد وعزة وانا اللي فاكرر مصحى التلفزيون مممممم نيجي برضو الدولة هنا الدكتور حاتم اختيار الاستاذ الراحل الكبير سيد مدير كان عبقريا طبعا طبعا هذا الشخصية اللي مش يا فلام اللي عم موجود والحاجات لا 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 فحح ده شخصية لا يعرف النوم يعني ينام كده ويشتغل 24 ساق وقع كده فما جابه الأستاذ سيد بدير عمل ثلاث فرق مصرحية بالإضافة طبعاً نزار الثقافة كان فيها المصرح القومي تضبط وكان قبل كده المصرح الحر عمله من خارج المعهد لمجهوداتهم الزيتية دكتور سعد أرداش وغبين المدبولي وصالح منصور عتولة ومصرين كمار كلهم صحيح ففي المرحلة دي كان فيه اهتم جابه الأستاذ سيد بدير عمل ثلاث فرق دخلنا الموسم الأولانين فرق فيها طبعاً احنا كنا مثلاً كخارجي مع التمثيل ما كنا عندهمش فرصة للشغل طبيعي أما عمل الثلاث فرق دي أقولك الفرق اللي أنا كنت فيها كان فيها صدق عبيد ويوسف شعبان وحمد أعمد وعزة العلي اللي وانا هو حسن مصطفى وفي أدع يعني مجموعة ممثلين واباكر عزة رحمة الله عليه صحيح اهتمام الموسم اللي بعده وخلهم سبع فرق دخل منهم عدد إمام وصالح السعداني وشعيد صالح ومجموعة كبيرة من الممثلين فاهتمام الدولة والثقافة ده شيء مهم جداً 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 لا والعنصر التاني اللي حالك ذكرته ده لسه بيرن في دماغي دلوقتي وفكرة إن حضراتكم لما تجهتوا لمجال التمثيل كان لسه طبعاً الشهرة والنجومية والإمكانات الحديثة لما قولنا دلوقتي مش متوفرة وطبعاً فكرة الفلوس ما كانتش متوفرة فكنتوا بتشتغلوا تمثيل من أجل التمثيل حباً في المهنة مش حباً في الشهرة ولا في الفلوس ولا في الفلوس يمكن ده عنصر من العناصر اللي احنا مفتقدينه اليومين دول يمكن لأن دلوقتي أنا يعني هو برضو التربية الفنية برضو يعني إزاي يعني إحنا دهنا معهد في قواعد في المعهد إزاي بتذكر دورك إزاي بتقرأ دورك يعني أنا حضرت وقلت قبل كده برضو إن جورجي بيه أبيض كان بيدينا في سنة تانية تمثيل صح فحكى إنه ما سقت في فرنسا في أول سنة راح يمتعين هناك سقت فبقى يحط زلطة بقه ويمشى عسين يقول المنالوجات لأن طالع إن عضلة اللسان كعضلة لابد أن تتدرب أنا أوقات بمثل مع بعض الشباب مش بقول كلهم يعني بيقرب عينهم محدش قاله إن يعني إن اللسان لازم يتدرب كمان صحيح صحيح يعني أنا و أنا صغير كنت بمثل في الإزاعة ففجأت بأمينة رزق وأستاذنا عبد الحمز زبقاني عملي يقرب صوت في الإسكريمت بالإزاعة أدريب يدربوا فهي المشكلة دلوقتي إن طبعا فلوس بقت كتيرة جدا لا ولا فيه تدريب ولا بتاع طبعا فيه بعض الأسات زخريجين المعاهد التمثيلية والمصرحية لكن فيه علاة كبير كده بيمثل بالصدفة المنتج شافها لها حلوة لها تعالي يا بنت أديك دور لا 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 يا مايوه دا دلوقتي بس سلام عليكم أي ما أنا شايف أنا أبقوكي تالي بس في الشباب والمعاهد فيهم يعني الناس كويسين مخلوق خاصة بتوع المعاهد لها الف المصرحية الممثلين الآن مع التمثيل معاهد لها الف المصرحية ما عادش عارف يخش يعني طبعا لا لا طبعا دا دا المصفة دا المصفة اللي بيغربل فيها المواهد لما كنا بنمتحن بنمتفض كده من اللجنة اللي بتمتحينها عشان نخش صحيح وبعدين بقول لي سعادتك نشاط الدولة في المصرح المدرسي أما كنا جايين نمتحن نخش معه بالعاهد لها الف المصرحية البناوير بتاع المصرح القوم دي مليانة من 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 الهواء بتوع السنوية وبعدين كنا عارفين معروف مثلا الأستاذ الكبير جلالي الشرقاوي في الخدوية مثلا سلق قبيل في الإبرامية حسن يمتصف في القدوة السباية يعني كنا عارفين بعض كده من نتيجة النشاط المصرحي اللي كان موجود في الوقت اللي عندنا مصرح مدرسي ولا مصرح جامعة حتى وللأسف الشديد التعليم عندنا زي ما أهمل في حق نفسه لسنوات طويلة جدا 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 أهمل كمان في خلق أجيال من المواهب والفنانين ده انت عارف حضرتك كما كنا في الجامعة كان مثلا جامعة القاهرة التجارة والحوم والطب وكل دول فرق مين يطلع الأول فيهم اللي يطلع الأول نخش بعد كده بيقى القناع القناع ده بين جامعة اسكندرية وجامعة رقين شمس وجامعة القاهرة فالوقت ده علشان مين الفرق اللي هتاخد ليه القناع على مستوى الجمهورية أقناع أيوان أقناع بقى ده فكانت يا فرقة الحقوق كانت أقوى فرقة يعني صحية صحية حضرتكم وقت كمان وإحنا عمين نشخص كده عشان إحنا في النهاية عايزين الكرفة والمنحنة بتاع القوى المصرية النعيمة في الفن ما يقعش أيوان فعايزين نحافظ على نفس المستوى ونعلى كمان جزء ممكن كمان مهم في جيل حضراتكم هو فكرة إنه زي ما حالك قلت أولا ما كناش بنشتغل عشان المادة ولا عشان الفلوس أيوان رقم اتنين عنصر مهم جدا وهو عنصر المنتج الفني أيوان المنتج الفني زي ما كان فنان أيوان المنتج دلوقتي تاجر والفرق هنا كبير هو الفرق كبير جدا أنا شخصيا رأي يعني أن الدولة هي اللي تجتمتج المنتج الفني أنا أدده أنه كان ياخد هو يكمل إنتاج أو بعد كده المنتج المشارك كمان المنتج المشارك ده أخطر من المنتج المنفس ليه دي لأن المنتج المنفس كان بياخد الفلوس وطلق أرباحه هو يعني كده ويضغط في الإنتاج ويصور إزاي وخلص طبع عشان يستفيد هو أصبوك المنتج المشارك بقى هو طبعا بيفهمه في حطة التجارة والقابة الفن دي طبعا لما كان يقول المنتج المشارك بيقول ميزانية كذا بس هو يبتدي التصوير وهي بعد كده ياخد هو الإيه الفلوس بالدولة صح في الحالة دي بقى هو بقى شريك شريك الدولة في الإنتاج مظبوط أما كل ما تبيع أو تعمل وحصل لابح ياخد لابحه هو عامل برضو في دماغه ميزانية الإنتاج اللي كان هيخدها كمونتج منفس اه يعني معنا كلا نحرك مع إنتاج الدولة ومش مع القطاع الخاص القطاع الخاص جميل يشتغل بفلوسه اه بفلوسه ايوه هو بقدراته المادية وإمكانياته عايز ينتج اللي هو ينتج خيس بعدين الفرق بقى بين إنتاج الدولة انه ما بيجيش يقول للمخرج بلاش فلان عشان هتلب حضار خاص اه لا الدولة المخرج بيقدم الكاست للإدارة بيتوفق على اللي هو عمله بالإضافة بقى انه كان عتولة من المؤلفين الكبار زي سمع الرقاشة وجلال عبدالقاوي وفي مجد صبر دلوقتي انا بحترمه جدا كمان هو وحيد حامد ده وحيد حامد ده ده وحيد حامد ده مدرسة المستقلة ده مدرسة مستقلة الواحدة ده يعني المؤلفين دول يعني دلوقتي يقولك كان قريت موضوع مبلح في الأهرام ان السيدة وزيرة الثقافة عاملة ندوة اللي من دول وحتى الدكتورة دورية شرف الدين رئيس اللجنة الموضوع الكاتب الكبير محرق بسم الله مكتوب في الأهرام مبارع تمام ازاي بتناقش الرقيب على المصنفات فأولا اده احنا بجينا الملخص للمسلسل طب فيين المسلسل لا ما انا بجينا على قد فالمنقشة بتاع الدكتورة دورية شرف الدين كانت منقشة شديدة جدا من اللي انا عريته يعني في اله فهنا عندنا مشكلة انه حلاك شايف ان الدولة لازم ترجع تنتج وبكثافة والقطاع الخاص لما يخش ينتج بفلوسه هو ويتحمل هو بفلوسه اه اه يعني هو عايز ينتج بفلوسه ونتج بفلوسه صح على مزاجه يعني وزمان كان فيه طبعا كتيبة كتيبة كاتب كاتب اسمه كاتب عند رؤية وعنده فكر حلاك ايه رأيك في فكرة ورش الكتابة دلوقتي ان الفيلم او المسلسل يعامله ورشة من خمسة ستة بيعودوا يكتبوا العمل انا مش عارف ازاي بيكتبوا يعني شوف انا نسيت في قسمي بتروح مننا وبتكلم اه محفوظ عبد الرحمن طبع اما المحفوظ عبد الرحمن اعبقى عارف ان دي جمل محفوظ عبد الرحمن جمله اما عارف الاستاذ قسمه انا وراوكاش اعرف ان جمله اللي جلالة عبدالقاو يبقى عارف وجمال دي يعني مؤلفين هم اللي بيكتبوا انا مش عارف في الورشة دي هل الخمسة ستة دول بيفكروا في تكوين المسلسل ككل وبعدين واحد هو اللي بيكتب الحوار لا كلهم بيعملوا كل حاجة طب ازاي وبعدين انا شخصيا دايما بقول انا ضد كلمة ورشة هي مصنعية حاجة صنعية بنعملها ده فكر وثقافة صحيح وحاجة خارجة من قلب الالقديب اللي بيكتبها يعني اما انا ما عملت الليل واخره اما كنت بقرأ المشاهد اللي كتبها الكاتب الكبير جلال عبدالقوي قد ببكي يا سلام ببكي ده انا في مشهد اللي قاعد في المقصولة بتاعي سيدها نفيسة وتمنى عنده بنتي وسميها نفيسة وكابلها نفيسة العلم في الاعداد بتاع المساهد انا المقارض المساهد اللي مش هتبكيت وانا قاعد في البيت قبل ما مسد الدور يا خبر الله كمان فكان مؤلفين يعني صح فالورش دي هتفقد المبدع التواصل اللي مع القارئ ويبقى له صنعته ويبقى له اسلوب ويبقى له الفاظه وزبعاك قلت كده هتبقى تايها وعيمة وغير كده بقى يقولك ان الرقيب مبارح الرقيب مبارح قال ده بيجرنا خمس حلقات ده ده ناج المسالسل زمان كان بيجي لك الدور قبلها بشهر وشهرين عندك في البيت يا فندم ده دلوقتي مسلسلات وعشان الزحمة بتاعت رمضان الحلقة بتتكتب وهم بيمثلوا والله ده هي ممثلين اصدقائي الصفر للرمضان اللي فات قالولي كده قالولي جاي بقى واحد اصدقائي كده كنا في يوم واحد وعشرين او اثنين وعشرين رمضان فكنا منلتقي كده وابنفتر مع بعض فبقوله هو المسالسل حيقلص عليك انت بطل المسلسل فبقوله قولي كده سر وقوعدك مش هقولي يعني المسلسل خلص علي فصدمني لما قال لي اقسملك بالله ما اعرف قلت له نعم ده انت بطل مسلسل يعني مش عارف مسلسل قال لي احنا الحد دلوقتي معانا حد حلقة خمسة وعشرين قلت له طب الخمسة الفضلين قال لي لسه بيتكتبوا واحنا لسه واحنا عشرين رمضان البناء للدرامي يا ستاستامر ازاي انا اعرف تكوين الشخصية من ناحية الدرامية ووصلتها بالشخصيات الاخرى وانا مش عارف الدور شكله ايه حينتهي ازاي ازاي لا انا عشكدا بقولنا حدتك للاسف بالوقتي مقت اللقابة مقت صمعة اوي زي ساعتك اما الرقابة تكلمت في الحديث اه النهاردة ده مات بصش على مسائل تجي لها تلاتين حلقة اللي يجيب تلاتين حلقة تخش تشوف ورقه انه بعد لخمس حلقات مهور اقال كده الرقيب رئيس الرقابة صحيح للدكتورة درية مبارح في الحديث مصبوط صح طيب قلونا نروح لفاصل قبل الفاصل كنا نبص على مشهد من العمل اللي قاله الاستاذ رشوان المسلسل واحد كان من الابداعات الدرامية المهمة في السنوات الاخيرة المسلسل ليل واخره منه للفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حوارنا الممتع مع الخضر شوان هاكفينك ده ليه؟ هاكفين يا ولد امرار من شاوي؟ جرب يا وقلب هذا حاج مسيك اليد التاني تسيد ولا ليه؟ انت جعدت سنين تزوج العربية لا حاجي بس لا حاجي ولا حاجي؟ امسي كنت ساك لا النادم كيف ما بالنادم زمان؟ البيانكار؟ العدم؟ الشير؟ حاج عباس؟ الا مواقص الحاج احنا كده مش انت ديش اسمه على كلمة اتكلمتوا كتير قلتوا لفسكم ولوبكم ولغتكم انت دورة حلقة الوقت Youtube ضوء الشارد واحد كمان من الأعمال والعلمات البارزة جدا 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 استمتعت لها على الشاشة ومن ضحها كمين اه واخرج مجد ابن ده مفس ده ابن يعني وليل اخر هو اخرج راباب حسين ابدعت فيه يعني ابدع عجيب بس انا عايز اقول لي بقى ان الكاتب الكبير مصطفى محرم هو اللي عمل حاجة بتاع الاهرام وبعدين اعماله السينمائية واخد جواز واعماله التلفزيون يبني اخلص المسلسل يتعاد في قناة تانية يعني الجلباء بقى بيخلص محرم يتعاد في قناة تانية المحرم 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 وبعدين عنده ثقافة عالية جدا حتى انا كنت يعني اتقينا من حوالي شهرين كده سألته عندهم المؤلفين الكبار مسلسلات منتهية من الكتابة وموجودة محرم يتعامل معاهم مش عارف ايه العكاية يعني انا بقوله قال فيه مسلسلات مكتوبة وجلال عب الاول من كم سنة قال فيه مسلسلات مكتوبة صح اللي ايه يقولش مسلسلات اكتبوا على الواقف ده دريبة جدا استاذ رشوان توفيق اليومين دول عامل زي الضوء الشارد ايه انت ضوء ونور محدش يختلف عليك انا خليتي حبيبي بس اه ليه شارد ليه مش عالشاشة انا اوه اه الحقيقة كان موش بيواه بجمان عامل حديث مع مونة جبر اه في المهة يعني فمحدش بيكتب للممثلين الكبار ادوار على مستوى اما هي يقولك دور ده دور تلتة ايام دوري ما انت طب الورق ايه في ايه انا ما بيهمنيش انه يعني دوري في القدم خمس حلقات اه وجل ما بقى ايوبي على ما اوظن يا سبع اتسع حلقات حاجة زي كده يعني بس ادوار بتقول صح المشهد فيه مش ممكن يمر في حياتك لازم يكون لك حاجة معلمة في الايه مظبوط في المسلسل فانجب حلق المشكلة في الكتابة للنجوم الكبار عجوة لازم ما حاجة بيكتبوا ما حاجة انت هنا حلقك عشان الناس بتفهم صح حلقك مش تقصد ان المسلسل تبقى انت بطل ويتكتب لك مخصوص لكن السن اللي حلقك فيه ده الشخصيات اللي تتكتب تبقى متوافقة مع التاريخ والسن اللي انت فيه ما حاجة فكر في الجد اه او الاب يعني انا مثلا ما قدرش اطلع الاب ومسلا يسرى الهام اه او حكيم القرية او شيخ البلد او يعني كده امثلة كتير اوي اوي امثلة كتير وبعدين انا بس لبلاحظ عليه ان السينما الفرنسية هي اكتر سينما تكتب للممثل الكبير ولذلك بصراحة ازكية ازكية ايوه بقى انا عندي موهبة وخبرة كبيرة ومستغلهاش سيبك بان انا هاخدمك ولا لا انا باخدم نفسي ايوه يعني انا لما اكتب دور حلو في مسلسل حلو لشخصية في حجم الاستاذ رشوان توفيق ولا الاستاذ الكبار الممثلين الاعظام اللي عندنا ما انا في النهاية انا بستفيد باخد كل تراكم الخبرات دي وستفيد جديد العمل اي الازمة بتاعت عبدالرحمن اللي عملها دي اه لا ادوار خطير اللي عملها طبعا قبل كده طبعا لا انا كمان يداييني اوى استاذ رشوان طبعا انا باوعفي حداكم من الحرك ده انا يداييني اوي 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 لما يبقى نجب كبير وخبرة عظيمة زي ده ويستجدي الشغل يقول يا جماعة انا قاعد في البيت وبصحيتي ومش لها شغل الحقيقة حاجة تدايق وتخلي انه في حاجة خلط في المعادلة في حاجة في المتظومة غلط هو في حاجة غلط مفيش كلام يعني انا معادي بيكلمني بيقول لي دور تلات ايام اقول لي متشكل يا ابني بادب شديد جدا يعني متشكل يا ابني على طول ان انا يعني مسلسل الادم انا دوري فيه خمس حلقات انما لا ينسى صحيح صلاة عبدالله اعظم دور في المتسلسل ده دور الحجر ده دور خطير والورقة عندي قبل ايها بشهر فحراك مش طالب فكرة المساحة ولا عدد الحلقات بس دور مكتوب كويس يعني عن ساعتك في جلباب ابي الوزير ده قدم مصطفى كاتب كلام خرافي وبعدين تنفيذ والاخراج كان متميز يعني محده بيقضاء يعني احنا عاملين بين جلباب ابينا بحوالي 25 سنة ايمكن صحيح انا شايت في الدور الاول فيه ناس شباب دلوقتي يدهوني من تحت كده لانه دلوقتي هم بيشوفوه يا سلام لما انا عملت الدور من حلوة الاخراج والحوار والتمثيل ونور الله يرحمه يعني عندي ساعتك نور ده ابني يعني ملتصق بي وهو قبل ما خدش مع التمثيل فعملنا المشهد اللي بقوله خد العربية بتاع بدا المؤخر وبعدين قال له انا حشيل المؤخر فالرجل وهين فجات له العزمة القلبية فنور ده قال لي يا حج انت اما انت مشهد خسير جدا المشهد ده يعني انا ما بشوفه وبعدين احمد رحمة الله عليه اعملنا دخول البيت بعدها ب 15 يوم صح وبعدين الشقة اللي اخرجتها مدام ربابح السين المصطفى محرم ده يقع اه على باب الشقة اه انما ربابح السين عملت اللفة دي اللي بيبحث عن هوا اه ويسقط في القدر مشهد ما بيتنسيش صح صح مسترسين اه يا السلام صحيح 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 واينا قلبي مصبور واينا قلبي مع مدام يسرى وصدر ومكدب المميرة ما مكلمش حد تقول له انا عايز اشتغل انا لا انا على فكرة الفنان ده فوق وتحت وفيه ومفيش انا علاقتي بالله بس ونعم بالله ما قلت اذا قلت الحد انا عايز اشتغل بقى انا عبده عنده هو مش عند عبد الله يا سلام مش عند ربنا سبحانه وتعالى ولذلك انا طول حياتي عمري ما قلت الحد انا عايز اشتغل معك او اتعامل معك لا الرحمن يخبط الرزق كده بتاع الرحمن يخبط على الباب صح صح علىك طول الوقت سيمها على ربنا او مفيه مفيش غيره من ده الذي يرزقكم من امسة كرزقة لا صحيح ونعمة بالله بس انا اصد ان في بعض الناس يقول لك صح طبعا اليمان اللى عند الاستاذ رشوان في فكرة ان ربنا هو الرزق لكن كمان السعري مش عيم آآ بنقال بنسعآ اخلاص في العمل نوعيدي مظبوطة في شغلي أهتم بعملي تمام تمام لكن مش انا اللي خبط على باب حد واطلب الشغل عمري ما عملتهاش ومش هتعملها وبعدين الرحمن سترك في كبرك نعم بالله بس يكفينا شر المرض اللهم عين ويدفزقك الصحة والسطر بس هو السطر والصحة وده اللي بدي على فكرة حقولك حاجة انت ابني انا بكلم ربنا طول ما انا ماشي في البيت بيها السلام اه بقوله مش عارف اوفي نعمك بتكلم كده زي ما بكلمك كده بصوت عالي بتكلم كده يا رب انا مش عارف اوفي نعمك يعني مش عارف مع كل نفس مش عارف اوفي نعمك وبعاقب نفسي بقوله مش عارف اوفي نعمك بكلم نفسي انا انا عليك اما بنعمة ربك فحدس يعني قاعد استنجد بالله ان انا مش عارف فأقوله يا اكتبيني مع عبادك المخلصين طبعا طماعنا يعني قدي كده طبعا في رحمة الرحمن طبعا في وجه الرحمن الرحمن الرحيم ومع دين هو رؤوفه بالعبد صح ربنا سبحانه وتعالى بس يعني اللي بخاف انه المرض بس لا كلنا بالخاف طبعا لكن في النهاية ربنا يعني رحمن بعباده وأكيد إن شاء الله ربنا وبدعواتك كمان يرزقك السطر والصح معي عمري يا أستاذ تامر ما قلت المخلوق في حياتي شغلني أو اشتغل مع أي ظروف إنما بقى آيات اللي معايا سبحانه وتعالى إنه يفكها في الوقت المناسب يا سبحان الله آياته آيات معايا يعني معجزات أقولك حكاية برة طبعا أنا كنت مسافر سوريا بعد ثلاثة أيام حلو كنا نبدأ من إمتى زمان آه زمان صغير قبل قبل تسعة وستين كده حاجة كده قعد تمام فأنا الحاجة رحمة الله عليها عمرها ما قلت لبكرة هنعمل إيه في حياتها مقم أمر بظلوب فوق أو تحت عمرها يا حبيبتي ما قالت لي ذلك هي معايا ليلة نهار عمرها ما قالت لي حنعمل إيه فأنا مسافر سوريا آه والمرتب بتاع الحكومة يقضي أجرة البيت بس كويس طبعا فأنا نايمة جنب كده عنزل يا سيدة روح لحي المرافلة عشان خطرك بس عشان ما يتأذيش الولد طبعا فانزلت لقيت أحمد أيسا رحمة الله علي المخرج المنفذ أخوه ده أيسا وده زميل عمرنا يعني قلت لي يا رحمة عمد أنا مش قال لي ده أنت هتقلص دلوقتي هتقلص ده أنت هتعمل مشهدين مع عمد حمدي وزوز وبغضي كان نص الساعة معمول لأفلام التلفزيون آه طبعا أنا أحد اللي دخل له للتلفزيون هو إبدأ قلت لي بدي إيه أنت التصوير ينهى ربيض ولو أعطي لها التلفزيون جبت الفيس ورجعت ينهى ربيض شوف رحمته بيت زي ودعم بالله وقد جبت 40 جنيه 40 جنيه في التسطينيات كانت إيه صروة صروة بقى ينهى ربيض والله وده نص ساعة يعني يعني أنت بتكلم زوجتك بس بتكلم ربنا قلت تقول هنعمل إيه ولا نعمل إيه بعتلك الرزق في ساعتها نجيل جاء الرزق في ساعتها ده كتير هنعم عن طريق حباشي بس هو رزق أيوة ده الرحمن يعني ما ما تخلىش عني أبدا معه وأصل هو اختبارات هو ربنا دايما كده يا سلام رحمة رحيم طالما ترمي تكالك على الله ويقينك بالله ثابت ومؤكد ربنا عمري ما تخلى عني أبدا سلم الله طول الليل وطول نار بكلمه عم مش عارف هو في نعمك مش عارف هو في نعمك يا سلام يعني بقول لأي حاج بنسب بكلم لناس حبيبي يعني بقول لهم أول حجة حجناها ما كانش فيه فنادر سنة تلاتة وسبعين صح مخيمات آخر مرة في هوتير خمس جوم طب أي رقمة منه بقى طبعا ونعم بالله يعني أي نعم بالله مين أصحابك دلوقتي الزرشوان مين بيسأل عليك والله هم أمت من عيزة العليل ليلة الرهار معي وعبر رحمان أبو ظاهرة يا سلام آه يعني هم دول دفايتي يعني تمام هم دول انت تتسأل عليهم مو بيسأل عليك والمقريدة رباب حسين طبعا آه وثميرة عبد العزيز يعني ودلال عبد العزيز دلال دلال دي رقمناها طبعا مش جلكم مرفة الأمين دي أنا بعتبرها طبعا دلال مش جلكم أصغر منكو شوية آه بس فاضلة بس الحقيقة عندها ودي الحقيقة يعني ميزة أنا بحب أقولها دايما عن دلال عبد العزيز وهي صديقتي وأختي وأنا بحبها جدا عندها كم من التواصل والحب والمودة لكل الفنانين ومحتفتاش حد وعاز حد أو ايد مينات حد أو فرح حد أول الموجودين وأوجل المساعدين الحقيقة بجد يعني ربنا بلك لها في الحتة دي بالزاد بفيش حد من الوسط عبد لما يقول لك دلال دي قارب واحدة ليه دلالة على طول وبعدين هي بقى دلال وطبعا العزيز دلال عبد العزيز كمان شفت لها رؤية انها لبسة فوصة نخضر ادخلت في بساطة تسابيح والتاعة وحالة زي كده فأنا كنت قلت في برنامج ان انا بقى أرى جزء في المصحف فكلمتني انت بتقرى جزء في المصحف قلت لها اه من سنة 62 بقى أرى جزء كل يوم فدلالوقت هي بتتحداني بقى انا بقى أرى جزءين في اليوم لا يعني الله ما صلى على النبي عليها يعني ربنا يا سعيدة بناتها وبركلاها فيهم على طول على اتصال بيه اه وبعدين ده في آية 124 في سورة الأنعام بتقولي شيء انا بقى أرى طول السنين دي ما خدتش بالي قالتلي الآية لفظ الله ورا بعد ما فهمش فاصل في الكلام قلت انا ارى ارى فتح المصحف انا بقى اه طبعا قلت لها 124 دلال 124 دلال بس الميم بنوقف وقف كامل وبعدين يكمل صحح بس الله الله ورا بعد الله الله شوفيه بقى الان هي بكرس زراعة عقلية علمية صحيح 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 اه لكن مفيش حد من الاجيال الجديدة مثلا يسألوا عليك او اصدقاء زمان يتواصلوا معاك هو هزت العلالي ان ما هزت العلالي ويعني عبر رحمن كلمني من يومين اه 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 مستمر قالتلي اني هاي بميلادك طب عليك لي مثلا ما بتفكرش يا زرا شوان وانت الحمدلله يعني بصحتك الحمدلله ربنا يا متاعك بها دايما طب على اقل تدرس وخبراتك وتطلع علينا عينك الكشافة الموهوبة دي تطلع علينا اجيال جديدة ويعني اعتقد لو حالك رحت للمعاهد تطلع المصلاحية التمثيلية رحت الدكتور اشرف زكي ايو ابني الحقيقة يعني ده هو اعتقد كلهم يتمنوا خبرة زي حضرتك وزي السيد عبر رحمن وزي السيد عزت اه يعني انتو تشرفوا على تخليج اجيال جديدة اه بقين انا اصلا انا بحب اشرف زكي اول اشرف دي جريد لانه يعمل ليل الهار صحيح من يوم ما دخل نقابه هو تخلق تحس للحكاة دي يشتغل اه يعني لا يكف عن العمل يعني اشرف زكي يعني مخلص فعمل فكرت في الحكاة اللي انا بقولها دي اصلا رشفون اه نعم فكرت في الحكاة اللي انا بقولها دي انت تدرس او تدرب او تعمل ايات اللي في خلقه اه اني انا الواحدي انبارح او النهاردة اه قاعد الجملة اللي انت قلتها دي قلت هل ممكن الجيل بتاعنا يستفيدوا بيه يا سلام في المعهد يعني عايزة لعليلي ده عايزة لعليلي بيقول لي عندي الفين كتاب يا خبره بياد اه مقارق خطير جدا عبدالرحمن لا انت انا يا باشا ما بحذرش انا ما بكلم عن قامات زي حضرتك زي عبدالرحمن ابو ظاهرة زي عزة العليلي محافز الالقاب انا بكلم عن اساطير في العمل الاذاعي وتلفزيوني المصلحي والواحد منكو يدرب الف وهو مغمط وعندك اه انا سخصية مادام ساميحة بقول له سيدة المصر العربي انا بقول مالكة المصر العربي اه طبعا سيانا مادام ساميحة دي ده جورجي بيه كان بيجينا بيشندوه ويقعد حتى جورجي بيه ابيض اه طبعا عشا يتفرج اما كان بيدينا ذلك انا قلت ان هو ايه كان صوته رخيم جدا ايه والاذاعه كان زمان بتعمل اه البرنامج التاني المصرحيات اه خطيرة فكان واحد يسمع صوته جميل جدا رخيم جدا كان يوزل فهو ما كان ايه شرح لك في حملة مثلا يبتدي يقول يبتدي يقول وكبير في السن يبتدي يقول بقى المنانوك اه فكلنا في الفصل بقى واحنا قاعدين عشورجي بيه بيمثل ينخرى بيضا احنا بيوجهك كممثل تنزل عنده صحا انما هو حافظ الادوار فبيقولها طب انا تسمح لي انه يعني اتبنى انا القصة دي ان حضرتك مع استاذ عبر احمن مع استاذ عزة مع القامات الكبيرة دي ان احنا نعمل يعني زي كده بيت خبرة يشرف على المعاهد ويشرف على صغار الممثلين والموهوبين عشان يطلعوا على اقلح عشان نطمن على الاجئة الجديدة اللي طالع انها طالع على اسس سليمة بدل ما ايوانا يعني اشكال صعبة اوه بنشوفها في بعض الاحيان ده فكرة يعني اكثر من رأيها خطر سبالي ناردة ومنت تبلل تقولها سبحان الله سبحان الله ربنا يعني جعلني سبب بس ان انا اعلنها ربنا اطرافك البركة وكلمة ربنا اخليك انا هتواصل مع دكتور اشرف زكي وان شاء الله نحققها في القريب العاجل تشرفتني ونورتني استاذ رشوان والوقت تجري معاك سريعا جدا وانا اتشرفت وتنورت بيه حبودي معاك ويا رب ان شاء الله المرة جاي نبقى قاعدين وبنتكلم عن نجاحاتك سواء على الشاشة في عمل قريب او في اشرافك على الاجئة الجديدة من الفنانين المصر زي ما كان امين بيه بنا اعزك ويكرمك ويديك صحة والسنة دايما عليك ونعملك عليهم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لحضراتكم خلصة حلقاتنا النهاردة وكل الشرف انه كان الاستاذ الكبير عشوان توفيق هو ضيفي في هذه الحلقة بكرة حلقة جديدة من اخر النهار مع تامر امين معدنا الساعة 8 ما تنسوش خلوا دايما بلكوا من نفسكم اشتركوا في القناة